وإحنا بنعرض قلت أنت في حاجات أنا أصلاً ما نسيها أصلاً بالضبط آه أنت صدمتنا بالفيديو الحمد لله وجاي في شخصية إحنا ممكن كلنا بنحبها الزعيم عاد الإمام ربنا يدي له الصحة ربه يبارك في عمره وفي صحته وشخصية شمس الزناتي هي حاجة تخض بصراحة مشيتك وكلها عايزين نعرف بقى يعني نتعرف عليك الأول إن أنت وحشنا بقالنا كتير ما شفناك شي في لقاءات نتعرف عليك إزاي جات لك الفكرة أو إزاي جالك الدور قدرت ترجع إزاي للناس بالقوة دي بعد السنين دي كلها هو إن أنا أجسد أستاذ عاد الإمام ده أصلاً حلم قديم وأنا كنت بفتش طوالوقت على الفرصة اللي أقدر أقدم فيها اللي أنت شفته في الفيديو بس أنا عايز أخذ دقيقة بس أقول حاجة مهمة جداً أقول إن أي حد مهما كان مجتهد أو شاطر في الشيء أو يقدر يقدم شيء مميز الشيء ده اللي مش ممكن يظهر ويتوهج إلا ما بقى فيه حوالي العوامل والإطار اللي يظهر ده وأنا الحقيقة في نستالجي 98 كل أصدقائي المشاركين معايا في العرض من أصغر حد الأكبر حد بيقدموا لي الدعم والطاقة الحب وبيساعدوني كويس جداً إن أنا أظهر زي ما حرارك شفت كده في الفيديو أو زي ما بيحصل في العرض فأنا عندي طاقة من الامتنان لكل أفراد العرض من الراقصين للكبات الرقصين للصوت والديكور والملابس حاجة بص حضرت يعني والروح باينة على فكرة كمان والروح النس حوالي كمان يعني فيديو يعمل 3 مليون مشاهدة وترند ده حاجة يعني برضو مش سهلة أه الحمد لله عشان أوصل لده ده مش لوحدي ده فيه أستاذة سلوى أحمد المصففة الشعر والمكير إسلام عباس هم اللي ساعدوني يأوصل للشكل باقي التفاصيل لغة الجسد والإحساس بالشخصية ده بتاعي أنا ده اللي أنا قصد أقوله يعني لا هو الشخصية اللي في الفيديو غير الشخصية اللي قدامنا يعني ده جزء من اللي حضرك بتتكلم عنه الموضوع فيه مذاكر فيه جهد طب زاكرت الشخصية دي في قد ديه تقريب أنا بقالي فترة طويلة من الزمن بقالي حوالي عشر سنين كل سنة في عيد ميلاد الأستاذ عاد الإمام بكتب بنزل صورة لي أقوله كل سنة طيب وبيننا معاد هو الممثل المفضل عندي عندنا كلنا بصرح وليه تأثير كبير جدا على الزكرة أو إحنا كلنا فينا من عاد الإمام بالنسبة للي في المهنة ده مضوطة آه بزبط فممكن عشان أنا ممثل فأمركز أكتر زكرة الفعالية بتاعتي متأثرة بي أكتر وأنا طول وقت يعني بحضر نفسي إن أنا في أي لحظة ممكن نجسد عاد الإمام خصوصا بعد نجاح عبدالحليم في سامير وشهير وبيير بزبط فعملت مع أستاذ تامري عبدالماين وأنا بقدم له كل التحية والتقدير طبعا عشان أنا شتغلت معاه أهو عامل مجهود رائع في الثقافة الجماهرية وفي الهيئة العامة للكسورة والثقافة بيقدم عروض عظيمة مبهرة لا هو كرياتف جدا 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 أنا بشكره وبشكر كل التيم اللي معاه وبشكر المخرج المنفذ أحمد شعراوي كل الناس دي وقفت جنبي جدا عشان نوصل لده عملت معه مع عرض اسمه قاضي البلاج كان بيزد على عبدالحليم حافظ في سامير وشهير وبيير والحقيقة أنا كنت متخوف من العرض ده في الأول لأن أنا لما عملت عبدالحليم ده أخرني كتير اتحطيت في إطار أن أنا بعمل عبدالحليم فكنت خايف أعمله على المسرح بس أستمر عبدالماين كان عنده رأي صائب جدا أن أنا عملته فيلم ومسلسلين لما عملته مسرح يبقى كملت المجموعية بالنفس الكيفية اللي أنت عملت بيها عبدالحليم فهو كان بيبتسم لأنه كان في ذهنه نستلجة تمانين وتسعين فلما الفكرة نضجت تماما ورؤيته ظهرت للعرض قال لن عندي عادل إمام بقى في تمانين وتسعين وريني هتتعمل إيه هو بصراحة يعني حصل الفيديو وإحراج شوفته يعني انطباع الناس بقى قبل ما نطلع فاصل ما تزعلش منه نحن نطلع على فاصل قصير وهنرجع تالي بس انطباع الجمهور بعد الفيديو ده شوفته زي في الشارع بقى نقلني من مرحلة يا شربيني أو يا حليم في الشارع لمحمود عزيزي أخيرا أخيرا الناس بتقول محمود عزيزي في الشارع تصبرت وأخيرا عارفوا أن نعرف نعمل حاجات كتير مختلفة يعني أنا زي ما أنت صدقت أن أنا عبدالحليم خليتك تصدق أن أنا عادل إمام فأقدر خليك تصدق أن أنا الدكتور والحرامي والصحفي وليك أعمال موجودة بالضبط وأنا عندي مشكلة أن الأعمال اللي تعرض دي كلها ناس مش عارفة أنه كلها نفس الممثل فأنا بحب أبقى مختلف في كل دور شو شاك لي بقى مختلف تماماً لغة الجسد بتاعتي مختلفة من دور لدور ومن شخصية لشخصية فممكن ده يكون اللي ما بيخليش الناس عارفة أن ده نفس الممثل اللي بيعمل كل الحاجات دي هو بقى جاء الوقت أن الممثل لأ بصوا هو مجهود ودي نتيجة أي حد بيبذل مجهود في أي حاجة ترجمة نانسي قنقر